السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد كنت في مشوار مع أحد إخوان الدعاء وإحنا في المشوار جاء رسالة فبيبصوا في الرسالة فقال سبحان الله الرسالة جياله من دولة تانية وجيه باسم شخص تاني فقال سبحان الله لعل اللي بعت الرسالة ده غلط في رقم واحد بس من العشر أرقام بتوع المحمول خلته يتنقل لدولة تانية وللشخص تاني قلنا سبحانك يا رب المحمول يا جماعة النبرة بتاعته عشر أرقام يعني لازم العشر خطوات عشان اتصل بك يتأخده صح لو خطوة واحدة من العشر أرقام أنا عملتها غلط أنا ممكن ما جيبش الشخص اللي أنا عايزه أنا جيب دولة تانية دولة تانية تماما قلت سبحانك يا رب هو ده الطريق لربنا هو ده الطريق لله خطوات لازم كل خطوة صح لو خطوة واحدة خدتها غلط ممكن تفرق معك كتير جدا ممكن تفرق في وصولك لله كتير جدا ممكن تعطالك كتير جدا يا جماعة ماينفعش ناخد خطوة رمضان صح وبعد رمضان غلط ماينفعش ناخد خطوة رمضان صح وخطوة شوال غلط ماينفعش السنة 12 شهر زي ما المحمول عشر أرقام لازم لعشر خطوات صح اللي 12 خطوة في السنة لازم يبقوا صح ماينفعش رمضان يبقى الخطوة الصح الوحيدة عندنا في السنة حد مننا لسه فاكر رمضان فاكرين رمضان يا جماعة فاكرين رمضان فاكرين أيام الجميلة فاكرين الترويح وبكاء الترويح وضعاء الترويح فاكرين التهجد والعشر الأواخر فاكرين أول ليلة قبل رمضان لما كنا مستنيين استطلاع الرؤية ومشتقين لرمضان يا رب رمضان ييجي يا رب ييجي اشتقناه يا رب فاكرين ليلتها يا جماعة فاكرين استقبلناه بدموع الفرح ازاي وفاكرين في آخر رمضان لما قالوا بنا استطلع حلال شوال واسمعنا في كل مكان والله لسه بدري والله يا شهر الصيام وبقت دموعنا غصبا عننا بتسيل من عيننا وحاسين ان حبيب قلوبنا رمضان بيتسحب من بين ايدينا فاكرين يا جماعة هنعليكي هنعليكي الصيام صمتك اليوم بعد رمضان هنعليكي القيام قمت كم ليلة بعد رمضان هنعليكي الدعاء قبل الفطار لله سبحانه وتعالى رفعت ايديك لربنا كم مرة بعد رمضان هنعليكي القرآن فتحت المصحف كم مرة بعد رمضان ازاي ازاي بعد رمضان هنعلينا صلاة الفجر ازاي ازاي بعد رمضان هنعلينا القرآن والصيام والقيام ازاي يا جماعة ادم لما ربنا خرجوا من الجنة عليه السلام لما ربنا خرجوا من الجنة كان على غير ارادته حكم من ربنا احنا ايه لي خرجنا من الجنة بارادتنا ازاي نخرج من جنة العبادة بعد رمضان بارادتنا ليه يا جماعة ليه بعد ما ربنا فتح لنا الباب في رمضان كنا عاملين زي ابن عصبه وكسر اوامر ابوه وهرب من البيت عشان ما يتعطبش لما هرب تزلل ده وجاع وقف قدام بيت ده وده طرده وده كسفه وده حرجه وده زله الف الاخرى المليش غربوه اللي كان بيقويني وبيأكلني وبيشرمني انا هرجع له هاخدلي الالمين ده يعني استحمل الالمين بس لاقي مقوى وراجع واقف على باب ابوه عايز يخبط بس خائف يخبط يا طرى ابوه هيضربني كم ألم يا طرى ابوه هيزعق لقد ايه يا طرى فوجي ان الباب يتفتح وابوه بيجرب ياخده بالحضن ويقول له حمد الله على السلام يا ابني ولله المسألة الاعلى بعد 11 شهر معاصي برضو فتح لنا الباب في رمضان بعد 11 شهر اعراض برضو فتح لنا ابواب الجنة التمانية في رمضان بعد 11 شهر هروب من ربنا السنة اللي فاتت برضو فتح لنا باب رحمته في رمضان اوعى تهرب بعد ما فتح لك باب رحمته اوعى تهربي اوعى لما رمضان يا جماعة الباب يتفتح لنا فيه يخلص رمضان نرجع نهرب تاني الهاربون من الله الهاربين من ربنا بعد رمضان ليه نهرب من ربنا ياه في ناس ما فتحتش المصحف بعد رمضان في ناس يا جماعة في بنات خلعوا الحجاب بعد رمضان في ناس لما خلص رمضان شموا نفسهم وقالوا الحمد لله زي البنات اللي كانوا بيخرجوا من صلاة التراويح في بعض المساجد تشم نفسها وتقوم قلعة طرحة وحطاها في الشنطة كأن كان هم ونزاح في ناس يا جماعة يا جماعة احنا بقنا بنعبد ربنا عبادات موسمية بقنا موسميين في عبادتنا ربنا الحجاب بقى مواسم الطبا بقت مواسم البكاء والدعاء والقرآن بقوا مواسم أبدا لم يكن حبا ده مش حب والله العظيم هو حب ولا دي عبدت الحب أبدا اللي بيحب حد ما بيقابلوش في المواسم ما بيطعوش في المواسم بس احنا يا جماعة عبادتنا ربنا بقى موسم ما ينفعش يا جماعة خلاص خلاص يا جماعة احنا بقناها خلاص مش ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وامولهم مش انت بعتي مش انت بعتي بنلفوا وندول ايه خلاص يا جماعة احنا ملناشغل الطريق ده نسيبوا بعد رمضان ازاي ماذا بعد رمضان فاكرين رمضان فاكرين فاكرين دموعنا في رمضان فاكرين فرحة قلوبنا في كل يوم في رمضان فاكرين لمتنا على الفطر واحنا فرحانين بفطرنا وفرحانين بصمنا وفرحانين بالطروح اللي احنا نزللها فاكرين رمضان يا جماعة لازم السنة كلها تبقى رمضان لازم نفضل على العهد لازم ما يبقاش الخطوة الصح الوحيدة في حياتنا هي رمضان لازم اللي 12 شهر يبقوا زي رمضان لازم يا جماعة مقدمناش اختيار ده ده وإلا مش هنوصل زي اللي مش هيمشي العشر أرقام في المحمول مش هيمشيه وصح مش هيوصل عايز توصل لربنا لازم ل12 شهر يبقوا رمضان عايز توصل لربنا لازم ل12 شهر يبقوا رمضان مين فعش يا جماعة يا اخوانا يا اخوانا ده ربنا عمل لسيدنا موسى مقاط 40 يوم عشان سيدنا موسى يكلف ربنا فيهم العلماء علماء السلف قالوا ان احنا كمان لنا مقاط احنا كمان لنا مقاط زي سيدنا موسى مقاط نبقى اقرب من اكون من الله فيه والعشلته إليك رب لترضى زي سيدنا موسى أيوة مقاط واربعين يوم زي سيدنا موسى أربعين يوم أيوة العلماء قالوا المقاط ده إيه قالوا تلاتين يوم في رمضان والعشر الأوائل من زل حجة اللي جايين بعد أسابيعهم كمالة الأربعين يوم مش قلتلكم مش قلتلكم الباب لسه ما تقفلش مش قلتلكم يا جماعة مش قلتلكم المهمة لسه ما خلصتش مش قلتلكم يا أخواننا مش قلتلكم لسه ابواب الجنة لسه مفتوح ابواب الرحمة لسه مفتوح انت سمعنا بقولك ايه ابواب الجنة لسه مفتوحة اجري اجري على قد ما تقدري اجري لسه النقاط مخلصتش لسه بيننا وبين ربنا عهد ماذا بعد رمضان هنعمل ايه بعد رمضان انا مش عايزك تبقى عامل زي اللابس جلبية بيضة ونزل الشارع فقمت جاية عربية قمت ماشي على شوية الطين ترتشت عليه شوية الطين خفيف بص لقى الجلبية توساخت ام نزل متمارمغ في الطين قال مهي بازت بازت ايه وعي تبقى بعد رمضان خارجة بالجلبية البيدة النظيفة الطهرة تبقى خارج من رمضان بالجلبية البيدة من الذنوب تلاقيش ويط معاصي جمع عليك وايه توقع غلقة غلطة تقول مهي بازت بازت وتقوم مضايح كل اللي فات اوعى يا جماعة اوعى يا اخوانا يا جماعة رمضان ما كانش يان رمضان ما كانش موسم يا جماعة رمضان ده كان وقفة بنعد المصارنا فيها رمضان ده كان شحنة بنتشحن فيها عشان ننطلق عشان كده وقت تفتكروا ان انا وانا بتكلم النهاردة وبقول لكم ماذا بعد رمضان وفاكرين رمضان وقت تفتكروا اقول لكم بعد رمضان نسبة ازاي لا بعد رمضان ننطلق ازاي بعد رمضان الشحنة دي نفرغها في ايه درس النهاردة كله مهم عملية درس النهاردة كله ميشنز مهم عملية كله مهم مطلوبة مننا بعد رمضان ما ينفعش ان احنا نضيع منها ولا مهم ومال احنا تشحلنا في رمضان عشان ايه عشان خلاص موسم معدة في الشركات الكبيرة لما يحبوا يعملوا تجددات وإصلاحات فيها بيعملوا حاجة اسمها شات داون يعني شات داون يعني الشركة تتقفل تماما الموقع يتقفل تماما الموظفين ياخدوا أجازة وبعدين طب ما كده الحركة تتعطل لا ده اللي يمدي بيشتغلوا ليه النهار في إصلاح الموقع وأول ما الموقع بيتصلح بيرجعوا يشتغلوا بأضعاف الطاقة اللي فاتت أهو ده رمضان شات داون كلنا بنقفل كل حاجة في حياتنا وبنقبل على الله نتشحن 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 عشان ايه عشان بعد رمضان ننام لا عشان نشتغل بعد رمضان بأضعاف طاقتنا ماذا بعد رمضان ياللي فاكرين رمضان ياللي لسه رمضان في قلوبكم ياللي زعلانين ان ما ينفعش رمضان يبقى فيه كل القبارية وبعد رمضان في الفطور دا لو أسمنا شاشة نصين نص الأمة من ثلاث أسابيع المساجد والاعتكافات والتهجدات واللي قال الوترية والبكاء والدعاء ونص الوقتي وأحوالنا الوقتي لا يمكن يا جماعة حد يصدق ان الأمة دي يا الأمة دي ان دول هم دول المهم اللي علينا بعد رمضان المهمة الأولى ركزي معايا بقى ركز معايا في المهم العملية بتاعت النهاردة درس النهاردة مش كلام درس النهاردة مهمة عايزين لنفذها المهمة الأولى بعد رمضان هتعمل ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار دخلوا غار فنازلت صخرة من الجبل فسدت باب الغار ايه ده قبل كده لما كنا بنقول الحديث ده ما كناش فاهمين يعني ايه صخرة طوع من جبل انما بعد اللي حصل في الدواء يوم 6 رمضان لما وقعت الصخرة من المؤطم وقعت على 600 بني آدم فهمنا يعني ايه صخرة طوع من جبل فهمنا الصخور اللي بتقع من جبل ده حجمها ايه صخرة يا جماعة 2000 طن 2 مليون كالو 2 مليون كالو وقعت الساعة 7 الصبح على 600 بني آدم في بيوته تخيل واحد نايم الساعة 7 الصبح وهو نايم 2 مليون كالو يوعد ماهو انتو متخيلين يعني ايه يعني موت الفجأة جهل 600 واحد في لحظة يعني موت الفجأة ممكن يجي لأي حد في لحظة لازم يكون مستعدين بس انا مش عايز اقول كده ده انا عايز الواحد الصخرة بالله يا جماعة الاول ما الصخرة وقعت الدفاع المدني نزل يحاول يرفع يحاول يفتت مش قادر نزلت الشرطة بإمكانياتها مش قادرة نزل الجيش ما عرفش يفتت الصخرة ولا يرفعها 85 مليون بني آدم في جمهورية مصر العربية بكل إمكانياتهم وتطوعاتهم حتى هذه اللحظة الصخرة كلها ما ترفعتش بالكامل قلت سبحانك يا رب النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن نفس الموقف ده تلاتة أفل عليهم صخرة وقعت من الجبل نفس الموقف ده ما كانش يوقف 85 مليون بني آدم برا يحاولوا يفتتوا الصخرة لها ما كانش يمعون غير ربنا التلاتة رفعوا عائدهم والتلاتة قالوا رب والتلاتة توجهوا بالأعمال الصالحة والصخرة انفرجت ياه يعني العمل الصالح قوته أكبر من قوة 85 مليون بني آدم إيه ده إيه يا جماعة ده يبقى العبادة اللي احنا بنعبودة اللي احنا مش مقدرين قمتها بقى يبقى ياللي بتصوم وياللي بتصومي وياللي بتصليقه يا من الهل انت مش مقدر انت بتعمل إيه انت مش مقدرين العبادة دي في حياتك وصمرتها ايه انت مش فاهمين يا جماعة العبادة دي صمرتها ايه في حياتنا صمرتها خطيرة في الدنيا في الدنيا حديث الخضر لما رسوله على السلام أخبرنا ان الخضر الخضر في كفصورة الكهف ثم الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فاخضرت يعني ايه عارفين الارض الجير البيضة اللي هي يعني اشد قحت من الصحرة قاعد عليها اخضرت يا جماعة الانسان اللي عارف ربنا ده يحط ايده في الصحرة تقدر يحط ايده في ارض جيرية لا يمكن ان تنبت تقدر العمل الصالح ده عند الموت عند الموت الكون كله بيتقلب عشانك لو انت من اهل العمل الصالح لما روح المؤمن بتطلع صلى عليها كل ملك بين السماء والارض وصلى عليها كل ملك في السماوات وما من ملك على باب من ابواب السماوات الا درها الى الله ان تعرج هذه الروح المؤمنة من هذا الباب كل الكون بيتقلب عشان الروح المؤمنة اللي كان بيعمل عمل الصالح العمل الصالح يا جماعة بيقلب القبور بتاعتنا تحت الطين طين تحت التراب تراب انما الرسول قال لا اصحاب العمل الصالح تحت التراب روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة يعني مرينة مثلا يعني ينزل يلاقي مرينة يعني ينزل يلاقي مثلا منتجعات الصحية لا ده دي روضات من رياض الدنيا روضة من رياض الجنة بسبب ايه اللي قالب الطين روض أمر رياض الجنة العمل الصالح يا رجل العمل الصالح يا إخواني العمل الصالح العبادة يا جماعة إحنا كل يوم في مجتمعنا عد بيحصل كارسة جديدة ومنترجمهاش نسحى النهار ده على سرزال نسحى بخرى على صخرة واعت من المؤطم نسحى بعده على صخرة واعت تاني برضو بنفس الجبل بس أصغر إحنا ما قداش يا جماعة بنترجم الرسال دي المؤطم وما أدراكها من المؤطم وإلي بيحصل فوق المؤطم وتحت المؤطم وحوالين المؤطم فوق المؤطم الخمر والفجور والزنى فوق المؤطم تحت المؤطم عشويات المؤطم السينما المصرية نفسها عملت عليها كذا فيلم في مدى الفساد اللي موجود في هذه العشويات في مدى الفساد الرهيب اللي موجود في هذه العشويات والجرد بتتكلم من شهور على الموضوع دهوت يعني تحقيقات موجودة على المناطق ده سبحان الملك الجليل طبعا في ناس صلاحين وفي ناس طيبين ولكن الفساد كثرت الفساد المؤطم يا جماعة اللي حواليه المعاصر بتاعت القاهرة اللي حواليه انتوا عارفين ان المؤطم ده مدفون في شهداء الصحابة في فتح مصر انتوا عارفين ان المؤطم ده مدفون في مين عارفين اطهر ناس على وجه الارض مدفونة في هذا الجبل انتوا متخيلين الجبل ده كمية المعاصر اللي بقى محط بيها ازاي ما تهبطش صخور منه ازاي يا جماعة ازاي بعد كل اللي احنا بنعمله اهو ده كلام ربنا وحاسبه ألا تكون فتنة حسبوها غلط عاصوا ربنا وحاسبوا ألا تكون عقوبة حاسبوا انهم هيعصوا ويعدوا من غير عقوبة حاسبوا ان ربنا مش يعمل لهم حاجة حسبوها غلط حاسبوا ألا تكون عقوبة في كل حاجة في دنيتهم وفي صحتهم وفي الجو وفي المال وفي كل حاجة حاسبوا ألا تكون فتنة ده ده الناس الوقتي تلاقي الزلزال حصل الناس ببص حاسبوا ألا تكون فتنة ليه الزلزال يحصل تلاقي العنوسة بتنتشر حسب وقالا تكون فتنة ليه ليه المشاكل بتنتشر ليه الفقر بينتشر ليه الحر بيسداد حسب وقالا تكون فتنة يا إن لك Crystal ولا تشوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى 그 كلام اللي ربنا قاله سيدنا آدم يا آدم حافظ على العهد يا آدم عليه السلام مش هتجوح مش هتدق برد مش هتدق حر أول يوم آدم نزل فيه على وجه الأرض أول يوم هتفع بالبرد والحر والجوة والعطش ويفتكر كلام ربنا زي والله المثل الأعلى ملك بيقول لابنه يا ابني يا ابني ما تفردش في ملك ابوك يا ابني عشان ما تتزلش عشان ما تجوعش عشان ما تتعبش هو مش واخد باله يعني ايه كلام ابوه هو ما دقش الكلام ده أصلا هو ما يعرفش عنيه زل لما يضيع ملك ابوه ويجرب ويندم على كل كلمة قالها ابوه لو عاصنا ربنا هنندم يا جماعة هنندم على كل تحزين ربنا حذرنا منه والله العظيم يا جماعة حاسب وقال لا تكون فتنة كل يوم كارسة جديرة في مجتمعنا وفي العالم الأزمة الاقتصادية اللي في العالم دي بسبب ايه أوروبا وأمريكا اش معنى أوروبا وأمريكا الدنماركي والتواطو اللي تواطقوه معاها لما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام ادي جزء من انتقام ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام فاكرين ايامها لما قالوا لو قطعتوا الدنماركي هنقف باقتصادنا جنبها اهو اقتصادكوا كل الضرب واحد هقولي أخذ الأزمة بلقت تتصلح بعد ايه بعد ما أكتر من ألف مليار دولار من دم قلبهم طلعوها عشان يحلوا بها هذه الأزمة ويحاولوا انهم يسلدوا بها هذه الأزمة العبادة بعد رمضان في الاعلانات بتاعة الفلات بتاعة علية القوم والشواء بتاعة الأغنية قوي بقى مش الشواء العدية يكتبوا دايما في الاعلان ايه نحن نهتم بأدق التفاصيل واخد بالك معايا اهو احنا عايزين نعبض ربنا كده عشان تدخل الجنة وتلاقي أدق التفاصيل في النعيم من نصيبك لازم أدق التفاصيل في العبادة تعملها تجاه ربنا لازم دايب أشعارك يا رب أنا باهتم بأدق التفاصيل في تعطيك يا رب أنا وضع الصبع في التشهد أنا حاجة أنا بالنسبة لي اه حاجة بتعبد لك بيها يا رب العبادة بعد رمضان المهمة التانية المهمة التانية بعد العبادة بعد الصيام والقيام القرآن بعد رمضان يا جماعة القرآن يا أخوان أنا لو قلفت كتاب والكتاب ده نزلت في بلد من البلاد لقيت واحد مسكه وقعد يقرأ فيه وحطه في جيبه ومهتم بيه وبيحفظه كلمة كلمة هحبه قد ايه تخيل انت ربنا هيحبك بسبب مسكك للمصحف وقريتك في قد ايه الكتاب الوحيد في تاريخ البشرية كلها اللي ملايين حفظه بالكلم بالحرف ما فيش كتاب في تاريخ البشرية تحفظ كده يا جماعة ده الصفحة فيها 6000 حسنة 600 حرفة في 6000 حسنة يعني انت في نص ساعة احسبه معايا في نص ساعة تقرأ جزء تاخد حوالي 120 ألف حسنة فوق المئة ألف حسنة في نص ساعة عايز ايه عايز ايه ما سمعتش كلمة ابن مسعود وبيقول ان اصفر البيوت ان اصفر اصفر جاية من صفر ان اصفر البيوت البيت الذي ليس فيه شيء من كتاب الله يعني اصفر البيت يعني بيت صفر صفر في البركة صفر في الخير صفر في السعادة صفر في القرب من الله صفر في القيمة عند ربنا سبحانه وتعالى صفر يعني أنت من غير القرآن صفر على الشمال أنت من غير القرآن صفر على الشمال القرآن هو اللي بيعمل لنا إيمة سيدنا عمر بن الخطاب لما حفظ صورة البقرة دبح جمل دبح ناقة لما حفظ صورة البقرة عارف إيمة اللي ربنا رزقه به يا جماعة ده الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ياللي ما بتقرش القرآن ياللي لازم تقرأ القرآن كل يوم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة شوفوا انت كنت صفر قبل القرآن صفر على شمال بقيت مع القرآن صفرة صفرة زي الشمس المصفرة وشك منور كلامك نور لسانك نور الكرام اللي معدنهم نضيف قلبوهم نور البررة اللي جوارحهم ليلنا هرف العبادهم في الطاعة جوارحهم نور القرآن بيرفعنا يا جماعة القرآن بيرفع كل شيء في حياتنا ده المين إن الذين يتلون آيات الله يتلون كل يوم كل يوم كل يوم هم دول هم دول اهل القرآن هم دول اللي ربنا بيتقبلهم هم دول اللي عارفين قيمة هذه المعجزة احنا من غيره صفرة على شمال عرفتوا ليه عرفتوا ليحنا مليار ومتين مليون وغزمة حصرة لأن معظمهم صفار عرفتوا ليحنا مليار ومتين مليون والعرق بتتهدم لأن معظمنا صفار عرفتوا ليحنا مليار ومتين مليون والغرب متحكم فينا لأن معظمنا صفار طب اللي يخليني من الصفر اللي يخليلي قيمة اللي يحييني ويحيي قيمتي في الحياة ايه الكرآن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله القرآن بعد رمضان هنعمل ايه مع الكرآن بعد رمضان لازم يبقى لنا ورد يومي ثابت لازم يا جماعة لازم المهمة دي ما تخرجش من ايدينا لازم نعرف احنا عايزين ايه وهنوصل ازاي والسلاح بتاعنا ما نتخلاش عنه ازاي كتاب ربنا كتاب الله اكتر حاجة تخلي ربنا يحبك كان احد اخوان الدعاء بيقول لي انا عايش في الدنيا دي عشان ربنا يحبني قلت سبحان الله طب ما اكتر حاجة تحبب ربنا فينا القرآن يبقى هو الطريق لحب ربنا الطريق ان ربنا يحبك الطريق ان ربنا يحبك كتاب ربنا عايز سواب القرآن عايز حب ربنا القرآن عايز لما تبقي الصفر في الحياة القرآن عايز تبقى من الصفرة شمس متنور للدنيا كلها شمس من كتر النور اللي جواك لما بتتكلم النور بيخرج على لسانك القرآن عايزين ايه اي حاجة انتوا عايزين حلها ان الذين يتلون ايات الله ان الذين يتلون القرآن الكريم العظيم المجيد من قبل الله سبحانه وتعالى ربنا يعاني على طاعته يا رب اللهم امين المهمة التالتة بعد العبادة في رمضان وبعد القرآن في رمضان المهمة التالتة التوبة في رمضان التوبة بعد رمضان يعني ايه التوبة بعد رمضان يعني ايه التوبة يعني ما فيش معاصي كنت تكلمتكم في رمضان درس اسمه غباء في غباء غباء العصي غبي كل ما الواحد بيقرأ القرآن بيحس أن العصي غبي كل ما الواحد بيمشي في الشارع بيحس أن العصي غبي يعني قول الله فأين تذهبون تحسك أن العصي غبي واحد ماشي وصل لسد في نفق في وشه سد فوق سد يمين سد شمال سد انت اهل دخلك السكة السد دي يا ابني العصي إنسان غبي زي ما ربنا بيقول خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم ازاي لو واحد لسه شارع عربية جديدة وعربية جميلة وطالع بيها وراح مشوار وهو على شريط قطر العربية عطرت فهو قعد في العربية بدأ يحاول انه يماشي العربية بأي وضع عربية عربية جديدة وجميلة بيحاول ما شاب العربية متمشيش وبيحاول ما شاب أي وضع لها القطر جاي قدامه اختيار من اتنين يينزل ويجري ويسيب العربية هو هينجو بس العربية تبقى راحك بس هو نجأ يا اما يفضل يحاول ولو فضل يحاول وفشل هيخسر العربية وهيخسر حياته او الاختيار ده كل عاصب يتحط فيه يا جماعة العاصي غبي هو ممكن يخسر عربية هيعود لاحسن منها بس هينجو بحياته هو ممكن يخسر معصية او يسيب معصية هو نفسه فيها ولكن هينجو بحياته في الاخرة انما العاصي بيقولك لا انا افضل حاول في العربية بيضيع في الاخر هو والعربية هو والمعصية احيانا ربنا بيحطنا في الاختبار ده انت بتحب العربة بتحب المعصية ولكن الاخرة جاية لازم تعمل حساب الاخرة لازم تهرب من النار النار جاية لازم تهرب من النار النار جاية على كل عاصي لازم تنجب نفسك انت مصمم انك انت تفضل جواها ما انفعش هتروح انت وهي يبقى العاصي غابي ولا لا غابي ليه خسروا انفسك غابي لان ربنا سبحانه تعالى لما بينزل عقوبة عليه بيعقبوا بانه يحرموا من الحاجة اللي عاصر ربنا عشانه سبحان الله العظيم يعني انت بتعاصر ربنا عشان حاجة تتحرم منها هو ربنا في القرآن قال فيه تبدلين فيه نوعين من انواع تبدل النوع الاول في سورة البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وقفت قلت يا ربي ليه من السماء ليه لحقوبة نزلت من السماء لان الايات اللي قبلها ربنا كان بيقول المن والسلوى نزل من السماء والغامان بيظلل عليهم السماء كأن ربنا بيقول فبدل الذين ظلموا لما بدلوا ربنا بدل عليهم السماء اللي كانت مصدر النعمة بقى مصدر الشقاء مدير الشغل اللي كان بيحميك هو ليعديك المصادر الامن في حياتك تبقى مصادر الرعب يعني ايه يعني لو بدلت بالمعصية كل حاجة في حياتك تتبدل بالعكس العكس بقى في سورة الفرقان اولئك يبدل الله سيئاتي بحسنات اللي بدل من المعصية للطاعة ربنا يبدله كل مشاكل حياته نعيم يعني قدامك تبدلين هتبدل للمعصية هيتبدل عليك وكل نعمة في حياتك هتبقى شقاء هيتبدل للطاعة وللتقوى وللانطلاق لله هيبدل لكل شقاء في حياتك نعمة وحاجة تبقى في مرضاتك وحاجة تبقى في ساعتك هنختار ايه من الاتنين يا جماعة هنختار ايه من الاتنين لازم نختار حاجة من الاتنين لازم الهربانين من ربنا هربانين ليه اللي بيجروا بعد عن ربنا بيجروا بعد عنه ليه كأنهم حمر مستنفرة فرط من قصورة بتهربوا منه ليه بتهربوا من الرحمن الرحيم ليه ليه يا جماعة يا كل واحد عصة ربنا بتهرب منه ليه يا كل واحد يا كل شاب عصة ربنا في المؤطم واسكندرية والسحل الشمالي يا كل فتاة عصة ربنا في الدوحة والبحرين ودبي يا كل واحد عصة ربنا في كلية او محد او جامعة يا كل واحد عصة ربنا في اي مكان باي معصية بتهربوا منه ليه ابواب رحمته مفتوحة وما بتتقفلش ولا هتتقفل ابواب الرحمة دي بالذات لرمضان ولا مرة رمضان ده في كل سنة وفي كل لحظة مفتوحة قدام الجميع الباب ده بالذات ما بيتقفلش قدام حد اه لو نعرف ربنا هنفرح بي اه والله يا جماع لو عرفنا ربنا كنت جاي النهاردة اكلمكم عن الفرح بالله الفرح بالله ادي ايه لو عرفنا هنفرح بيه ادي ايه لو عرفنا حياتنا كلها تبقى فراح ادي ايه لو عرفت ربنا ايها العاصي واياتها العاصية ادي ايه لو عرفنا ربنا كلنا حياتنا كلها نقول له فرحانين بيك يا رب فرحانين ان لنا رب بيتوب علينا من الزنوب زي عبد كان في مملكة ملك وبيأكل ويشرب وساكن الملك بدا يصدر أمر ورا أمر ورا أمر بدا يكسرهم انا مش قادر اتسلح من التكاليف دي ولما ايقر انه هيتحاقب هرب وجيري برا المملكة وقال انا روح اشوف مملكة تانية عيش فيها على راحتي من غير ما حد يأمرني وينهاني احيز هي من عايس وهيكل وهاشرب واشتغل خرج اتلطم في البلاد اتشرط اتزل مفيش مملكة قبلته وبعد سنين من الزل ارجع تاني ارجعيش في المملكة تاني بس الملك ممكن يسجني طب وبعدين بس انا ما عديش مقوى تاني وهو راجع قاعد يفكر يقدم رجل وياخر رجل يا طرى الملك هيقمر جنوده انهم يسجنوني كم سنة يا طرى الملك هيقمر جنوده انهم يسجنوني كم جلدة يا طرى الملك اصلا هيقمر جنوده انهم يفتحوا لي الباب ولا مش هيرضى واول ما وصل للباب تفوج ان اللي نازل يفتح له الباب بنفسه هو الملك لا إله إلا الله يا جماعة الفرح ان لنا رب حليم حليم ربنا يا جماعة العضو اللي انت عصت بيه ربنا وانت بتعصيه كان الغزا اللي بيغزيه عشان تقدر تعصي بيه ربنا اللي بيبعته للعضو ده يعني كان قادر الله كان قادر وانت بتبص للحرام انه يمنع القطعة عن عينك تتعمي الله كان قادر وانت بتتكلمي في الحرام انه يمنع القطعة لسانك ما عدتش تنتقش الله كان قادر وانت بتسمع الأغنية الحرام يمنع القطعة ودنك ما عدتش تسمع الله كان قادر وانت ماشي للمشوار الحرام او ماشي مع واحدة يمنع القطعة رجلك تتشل الله كان قادر وانت بتشرب صجرة وتشد نفس يمنع القطعة رئتك تتخنق ولكن ما عملش كده يا جماعة يا أخواننا العاصي ربنا ما بيحرقوش ما بينسفوش ما بينزلش عليه شهب من السماء يحرقوه شوقه نصير العاصي ربنا بيكرمه وبيرزقه وبيجوزه وبيشفيه وبيعطيه وبيكرمه وبيجيب دعاءه وبيتوب عليه العاصي ربنا بيقول له قل يا عبادي الذين أصرفوا يا عبادي لسه بتنسبهم لنفسك يا رب بعد اللي عملوه لسه يا رب تفرح انك ليك رب ستير سطر عليك سطر عليك لو الصحيفة بتاعتك حد عصر عليها وصورها ووزحها على أهل المنطوقة بتاعتك كلها وشافوا المعاص اللي بينك وبيين ربنا اللي لو أخوك عارفها مش هيخص كون معك في بيت واحد تخيل ساعتها هيحصل إيه ساعتها تقدر تعيش وصدهم ربنا يعلم عنك المعاصر دي وساترك هو اللي ساترك لو انت واقف أوتوبيس بدأت تحس بإيد في جيبك بتبص كده لقيت حرامي بيسرق محفاستك وبيمدي إيده رد فعلا كاي بقى ايه هتصرخ هتصوت هتلم الناس تخيل لو واحد قال لا أنا مش هفضحه أنا مش هخلي الناس تعرف ان هو حرامي وسكت لغاية مثلا تخيل لو انت بعد كده كمان وقفت تخفي أصار رجليه عشان ما يجيش حد من الناس في يوم الأيام يقول له يا حرامي تبقى انت ايه تبقى رحمتك ايه يبقى انت يتخيله ان ربنا بيسطرنا وهو اللي بيمحو أصار مع عصينا وبيسطر علينا عشان ما حدش يعرف ان احنا عصارنا عشان ما نتفضحش رغم انه هو اللي تعصر وهو اللي انتوه يكت حرماته وهو اللي تجري عليه انك تفرح انا عايزك تهتف تقول له فرحان بيك يا رب فرحان بيك يا رب فرحان ان لي يا رب بيفرح بي بيفرح بي لله افرح بتوبة احدكم افرح بتوبة ايه ربنا ايفرح بالزني يفرح بالقتل يفرح بالزارق يفرح باللي فجرت في الارض لما ترجع له ربنا ايفرح بايه يفرح بمين يفرح بمين احنا لما نرجع له لله افرح بتوبة احدكم من ايه يا رسول الله من راجل كان في الصحراء ومعه تدبع عليها أكله شربه غفل عنها لأي ساب من الأسباب شرطت تدبع ما لقهاش الراجل هي تجنب ده أكلي ده شرب ده حياتي بلق يدور طيب أدور فين يمين ولا شمال ولا قدام أنا مش عارف أصلا يمين من شمال طيب أروح فين أحد يدور لغاية ما يئس فآيس من الحياة آوى إلى ظل شجرة وقال أنتظر الموت خلاص أنا مستني الموت مستني الموت لأدبته قدامه تخيلوا فرحوا أصورها لكم بتصوير من حياتنا الدوئة صخرة الدوئة أحد الشباب بيقول صاحبه لما وقت على الصخرة فضل يتصل به بالمحمول يقول له انجدوني الحقوني لغاية العصر وعند العصر خلاص انقطعت الاتصالات مات الله يرحمه مات تخيل لو أنت تحت الصخرة ده وبدأت لسه إيه لك فيها صحة أنك تمسك المحمول وتتصل وبدأت تتصل بواحد واحد الحقوني انجدوني أنا تحت الصخرة أنا بموت أنا حد يغسني حد ينجدني اتصلت بليستة المحمول كلها وبعد يوم يوم ونص يومين يقست من الناس وأيقنت انك ميت وخلاص وما قدتش قادر تمسك المحمول فخلاص تحت الصخرة نمت وانتظرت الموت يقست من الحياة وانت في الوضع ده لقيت فجأة الصخرة تتشال وفجأة واحد بيسيك مية وفجأة واحد بيقومك وفجأة واحد بيعلقلك بحليل عشان ينجدك تفرح قد إيه يبقى فرحتك قد إيه يدية فرح ربنا بيك وبيك لما بيتوب إليه أشد فرح ربنا بي أنا لما بيتوب إليه أشد من كده ياه ما فرحش به ازاي اذا كانوا بيفرح بي فرح انا عمري ما هقدر أفرح به انت هذا الفرح التوبة بعد رمضان المهمة التالتة التوبة يا جماعة كفاية معاصة يا جماعة كفاية زنوب يا جماعة كفاية اعراض يا جماعة كفاية كفاية يا جماعة والله خلق والله ما بعد كده إلا الطفان إلا ما يرحمنا الله وهي دي المهمة الرابعة الدعوة بعد رمضان العبادة بعد رمضان القرآن بعد رمضان التوبة وترك المعاصي بعد رمضان الدعوة بعد رمضان الدعوة بعض إخواني جايين من إندونيسيا كانوا في الدعوة إلى الله بيقولوا لي إندونيسيا 13 ألف جزيرة ما بين كل جزيرة وجزيرة ساعتين بالطيارة أو 3 يام بالمركب التنصير والمنصرين مستغلين الوضع ومنتشرين انتشار بيقولوا الناس هناك هتموت على الدين نزلوا جزيرة من الكزر 60 ألف واحد بيقولوا 60 ألف واحد عايزين يتعلموا الفتحة ما بيعرفوش يقروا الفتحة عايزين حد مننا يروح يعلمهم الفتحة حد من الدعاة ولا المسلمين اللي شايلين مسؤولية الدين يروح يعلمهم الفتحة مسؤولية الدين الدعوة إلى الله إخواني الدعوة عندنا في المنصورة من يومين تقريبا السماء شتت حجر السماء شتت جليد بس مش جليد مش البرد اللي طول عمره بينزل في أي منطقة شيطة طوبة يا جماعة شيطة طوبة على عينينا قدامنا إزازة العربيات الكسر فيه عربيات إزازة الكسر فيه محلات وجهاتها كسرت فيه ناس تبطحت فيه ناس تتعورت أنت متخيل لما السماء طوبة جالت تنزل منها على دماغ واحد من على بعد قد إيه الواحد كان قبلها كان لسه فيه حالة في الجامعة حالة زنة مظبوطة في الجامعة على يسوه بالله قبلها بأيام أحد إخواننا حلم وهو عنده عربية كده حلم أن عربيته كسرت قلنا سبحان الله تقولها واضح تقولها المنكرات اللي بتحصل دي كلها وما فيش دعوة إلى الله وما فيش حد بيدعوة إلى الله وما فيش حد بيقول للعاصي فوق وتوب كل ده لما العقوبة هتنزل هتنزل على الطائوة وعلى عاصي هتنزل على الاتنين زي السماء لما نزلت الطوب الجليد بتاعها من قد إيه عندنا في المنصورة رسالة للصالح أبل الفاسد رسالة بتقولي أني لما سمع هترجم هترجم الكل المنكرات اللي موجودة يا أخوان المنكرات اللي موجودة الوقت والعذو بالله حالات الفجور حالات الزينة بعد فنهار رمضان والعذو بالله فين الدعوة إلى الله فين الدعوة قدمنا إهل دين ربنا الوحيد يمشي في الشارع إهل في الشارع أم أنس أم أنس بن مالك رحت للنبي قالت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من بيت من بيوت الأنصار إلا أتحفك تحف إدك حاجة وإني لم أعطوك شيئا وإني وهبت لك أنس ابني حتى يخدمك يا رسول الله دي تحفتي إليك أنا يا رسول الله دي الحاجة اللي أقدمها للدين أنت قدمت إيه أنت عملت إيه أنت إحنا قدمنا إيه يا جماعة الوحيد يمشي في الشارع البنات ماشية في الشارع واحد شاب بيقول لي دفعتنا فيها 500 بنت ثلاثة كشفين شعرهم ولكن الباقي اسمه محجبات البنات الوقت ماشيين مفيش حاجة لون التانية الإشارب ملوش علاقة بالإيه والله يا منعارف زمان كانوا بنبسوا جيبة وبلوزة الوقت ما عدتش عارف أصلا ده اسمه إيه الوحيد ده ما بيشي في الشارع بيفتكر الضفضع البشرية والله يا جماعة الشارع مليان ضفضع بشرية شكل الضفضع في الألوان وفي اللبس إيه يا أخواننا إيه اللي إحنا وصلنا له ده جماعة وصلنا لده ازاي تخيلوا لو شاب قاعد في البلكونة قاعد شاب من الشباب وبيقرى الجرنال بيتابع آخر أخبار المباراة الخطيرة اللي هتطلع بالليلة ما بين الفريق الفلاني والفلاني وبيتابع بتمام أبوه داخل من بوابة العمارة طلع على أبوه ناس بالسكاكين قاعدوا يقطعوا في أبوه الناس تعمل إيه الناس طلعت تجري جلت على الولد جلت عليه داخلت عليه بيت في البلكونة قالت نلحق أبوك بيتقطع تحت قالوا أبوه أبوه حبيب أنا بيتقطع ده لا يمكن أبدا لا 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 أنا مسكتش بس المطش والمباراة والأخبار بتحت المباراة لا ما أقدرش أما خلص المباراة أشوف أبوه ما أقدرش أن أنا متابعش أخبار المباراة ده حياتي جيروا على بنته بنته اللي قاعدة بتتبع آخر أخبار آخر حفلة اتزعت في دبي في بس مسجل بقى لها أربع ساعات مستنيها الحفلة قالوا لها الحقي أبوك بيتقطع تحت أبوه حبيب أنا لا لا يمكن أنا أتصل بأي حد أنا أطلب أي حد أنا أطلب البوليس أنا أعمل أي حد بس المغني اللي أنا مستنيه بقى لها أربع ساعات ده جاي خلاص أهو ما أقدرش ما أقدرش يسيب المغني اللي أنا بحبه طب أبوك بيتقطع ما أقدرش ما أقدرش يسيبه لما المغني يخلص جيروا على خوم التالت اللي جوها القضاء قفل على نفسه بيتفرج على موقع قذر كسروا عليه الباب ودخلوا قالوا له أبوك بيتقطع تحت قالوا أبوه يا إيه أنتوا اللي يدخلكوا علي وده أدب وده أخلاق أنكم تكسروا الباب على واحد قفل الباب على نفسه قامشوا يطلعوا بره وطردهم ورزع الباب وراه إيه رأيكم في الثلاثة أولاد دول يستحقوا إيه القتل أو إحنا نستحق أكتر منهم دول أبوهم اتقطع إحنا دينا بيتقطع دول أبوهم بيتقطعوا سكتوا إحنا دينا بيتقطعوا سكتين إحنا غزة متحصرة بقالها سنتين متحصرة من اليهود وسكتين إحنا العراق بتتقطعوا سكتين إحنا المنكرات في الشوارع ما بنقولش لحد الطاق الله ما بنتعلمش كلمتين في دينا ندعو الناس بيهم ونعرف الناس دينهم بيهم إحنا جماعة نستحق إيه يعني تقييمكم كده عند ربنا نستحق إيه إزاي إزاي حولونا للدرجة دي إزاي عملوا شبابنا شاب بكلهم أهمه محاضرة صبح ووقفة في الجبع بعض الدور وصهرة في القهوة ولا في النادي بالليل إزاي إزاي ما سخونة إزاي الصحابة لما كانوا بيشوفوا الدين بيحصلوا أي حاجة كانت الدنيا كلها بتتقلب الدنيا كلها الدنيا كلها بتقف أبو دجانة لما شفوا أحد النبي عليه الصلاة والسلام بيتعرض للقتل طرسوا بجسمه رموا ساهم خدوا في ظهره وفضوا المطرس النبي ورسهم 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 لغاية ما أحد الصحابة بيقول حتى صار ظهره أبي دجانة كالقنفذ عارفيني القنفذ اللي ظهره كل شك بقى ظهر أبي دجانة كنهم طرس النبي عليه الصلاة والسلام عمارة بن يزيد السكن فضل يقاتل قدام النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما قتل بيدفع عن النبي لما قتل فضل يزحف كان قدام النبي يزحف لغاية ما مس جسده رجل النبي عليه الصلاة والسلام مس جسد النبي لم تيسكن جوارحه ولم يسكن قلبه إلا لما مس النبي عليه السلام واما عمرة تلثمت تلثمت وقفت دفع النبي بالسيف بالسيف رضي الله وعنا حنظل بن عامر كان يوم الصباحية بتاعته يوم غازة أحد يوم صباحيته يوم صباحيته وسامل الصباحية وسامل الجواز وسامل هانيمون وسامل وسامل الدنيا كلها وطلع إيجاد فيه لله سامل الدنيا كلها عشان ربنا وعشان الدين وعشان الإسلام كانوا أصحاب عواطف لما أنت يوم القيامة توقف قدام أسماق بنت عميس وتقولك أنا حربت عشان الدين واستحملت عشان الدين أنت عملت إيه لما أنت توقف يوم القيامة قدام المعمارة تقولك أنا خدت بكت في ضربة بالسف وانا بدفع عن رسول الله أعدت أتعالج منها سنة ومن تقطع حبيبي منزد على إيد مسهلمة كذاب وفضلت جاهد ومسكت السف ومعركة اليمامة وحاربت بالمرتدين عشان أدفع عن الإسلام أنت عملت إيه هتقول لها إيه لما مصعب يوقف قدامك يوم القيامة وانتو الاثنين قدام الميزان انت هتتوزن ويتوزن ويقولك أنا جسم تقطع حتى تحت راية الإسلام وأنا بدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عملت إيه أنت عملت إيه لما ببكر يوقف قدامنا يقول لنا أنا خرجت من مال أربع مرات أنا ضحيت بعمري عشان الدين أنتو عملتوا إيه هنقول إيه هنقول يا جماعة هنقول إيه في الاستقالة العلنية اللي احنا قدمناها للإسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم مش فضيين مش فضيين ندفع عن الدين مش فضيين زمان لما الدين اتعرض على الصحابة ما تعرضش عنهم بالطرق بتاعتنا دي خالص زمان كان الدين صورة واحدة الوقتي فيه ملتزم وفيه متشدد وفيه عادي وفيه واحد متكسر زمان ما كانش في الكلام ده خالص زمان كان قبل عايز تقول لها لا يا لله ها خد بالك هتدخل دار الأرقم ولو اتكشف انك مسلم هتتعذب عذاب مفيش حجر يستحمله عشان بشر يستحمله وبعدها هتهجر الحبشة وبعدها يجي هجرة هتخرج من مالك ووطنك وبلدك وأهلك وكل قريبك وكل محبوباتك وهتهاجر وهتروح ملت تانية هتجاهد ليل نهار وهتستحمل كل حاجة في الجهات عشان الدين ينتصر موافق لو موافق قول لها الله زمان كان هو ده الدين طب مفيش حاجة أبسط يعني مفيش سورة أقل يعني مفيش مفيش هو ده السورة الوحيدة للدين احنا الوقت اخذنا الدين لعبة احنا الوقت يا جماعة الدين بالنسبة لنا بقى لعبة بقى انا مش مقدرين قامت كلمة مسلم هم كان كلمة مسلم عندهم يعني حياتهم الصحابة قبل الغزوة راح يسلم قدام النبي بيقول يا رسول الله اسلم وأجاهد ام أجاهد وأسلم يعني ايه يعني بيقول يا رسول الله أقولي الشهدتين وادخل اجاهد ولا اجاهد الاول قبل ما اقول الشهاتين يعني فهمين اصله ايه الصحابي معتقد ان عشان يفقى مسلم لازم يعمل حاجة عظيمة فما ينفعش اصلا ان انا اقول الشهاتين او تقبل مني اذا لما اعمل حاجة كبيرة فالاول ادخل اجاهد يا رسول الله عشان لما اجا اقول لها الا الله محمد رسول الله تقبل مني شايفين الفكر شايفين الناس اللي اقدرت قيمت الدين شايفين الناس اللي شامت الدين انا مش جاي النهاردة اقول لك بس اتصدقي وصومي وأعبودي أنا مش جاي النهاردة بس أقول لكم قروا قرآن أنا جاي أقول لكم شيلوا دين شيلوا الدين بقى شيلوا دينكم بقى ادعوا إلى الله بقى غيروا الواقع حواليكم بقى هنتراجم كلنا هنتراجم كلنا لو ما فوقناك يا جماعة هنتراجم كلنا لو ما فوقناك المهمة اللي بعد كده أول مهمة العبادة بعد رمضان القيام والصيام تاني مهمة القرآن بعد رمضان حياة الأولوك بتاعتنا حياة الأرواح وكذلك وحين إليك روحا روحا من أملاء روح ميتين من غيره ميتين شفتوا ربعية ابن عامل لما دخل على ملك الروم فبيقوله من أنتم لما دخل على رستم بيقوله من أنتم قاله نحن قوم اسماعي اسماعي الكلمة دي اسمع نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ابتعثنا عارفة يعني ابتعثنا البعث يعني واحد كان ميت وصحي ابتعثنا كنا أموات من غير الدين كنا ولا حاجة من غير الدين كنا صفار على الشمال لا مش صفار كنا ميتين جسس متعفنة قبل ما ربنا يبعثنا بالدين الدين هو اللي حيانة هو اللي خللنا قيمة ما نقدرش نتخلى عنه يا جماعة الواحد نفسه يوصل حاجات بس مش قادر مش قادر يا جماعة أنا عايزة وصل أقول لكم العبادة بعد رمضان التوبة بعد رمضان الكرآن بس أنا حقيقة نفسي أنا حايزة أقول لك حياتك لله بعد رمضان مماتك لله بعد رمضان وأحلامك وتصوراتك وأملك لله بعد رمضان سلام لله بعد رمضان واقف لله بعد رمضان إنسان جديد بعد رمضان مخلوق جديد اتولدت ولادة جديدة بعد رمضان ورمضان ده الولادة بتاعتنا احنا بنتولد بعدي Yi 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 عشانه مش ده اللي مصعب اتقطع حتة تحت الرأي عشانه مش ده اللي عبدالله بن جحش اتقطعت ملابح وجه وتقطعت بطنه ونزلت أمعاه عشانه مش ده مش ده اللي الصحابة خرجوا من أموالهم عشانه مش ده مش ده اللي بو ظر والصحابة والأشعريين خدوا السكة لتفوك ماشي 1500 كيلو عشانه مش ده مش اللي احنا بنعمله ده لا عشان الدين الحقيقي الدين اللي هتلاقيه في القرآن لما هتقوم تقومي بين إذن ربنا الليلة الدين اللي هتلاقيه لما ترى كل كلمة من كلام الملك اللي نزل من فوق سبع سماوات مش عشان كلام ربنا ينزل سبع سماوات عشان احنا نطلع سبع سماوات في مشاعرنا وإمانياتنا وتصوراتنا ومفاهمة عايزين نعيش دين دين حقيقي بعد رمضان حياة دينية صلة حقيقية بالله بعد رمضان المهمة الأولى العبادة بعد رمضان المهمة الثانية القرآن بعد رمضان المهمة التالتة المهمة التالتة المهمة التالتة مفيش كلها مهم الصحابة قضوا حياتهم فيها بكل سلاسة المهمة التالتة التوبة وترك المعاصي بعد رمضان المهمة الرابعة الدعوة والعمل لدين الله والتفاني في نصر الدين الله بعد رمضان المهمة الخامسة توحيد الوجهة تعديل الوجهة بعد رمضان خرجت من رمضان لك وجهة خرجت من رمضان لك هدف رمضان نقلة زي نقلات العربيات نقل في حياتنا نقلنا يا جماعة قلبينا تغير فيه ايه عبادتنا تغيرت فيه ايه نقلنا في ربعه رمضان ولا لا الصحابة كان الصحابة يقول للنبي لما فاته غازوة بدر قال له يا رسول الله لئن أدركت مشهدا آخر معك ليريان الله ما يرضى به عني أنا هعمل لربنا اللي يرضيه يا رسول الله الصحابة وبيموت في غازوة قعد متقطع في غازوة قعد وبيقول للصحابة اسألوا رسول الله أوفيته يا رسول الله أنا كده ورفيت اللي علي الدين اللي فرقبت لربنا أنه أنقذني من النار بالإسلام وفيته لما ضحيت بعمري ولا لا يا رسول الله ومنهم منقضى نحبة النحبة اللي هو النحبة اللي هو النازر كانوا نازرين عمرهم لله ولما تقتلوا في سبيل الله قضوا النازر اللي عليهم احنا عاملين يا جماعة احنا فين احنا فين يا اخواننا رمضان جاء عشان ينقلنا عشان لما نبدأ عايزين ننطلق اه خلاص عايزين ننطلق احنا جاهزين اهو سخنين بفضل الله الصحابة عكيمة بن أبي جهل رضي الله عنه وبيموت في غزوة القادسية بيقول للصحابة حواليه ايه بيقول لهم اهذه ميت بيموت بيموت في الخيمة اهذه موتة يرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يرضى عني على الحض لما يشوفني لما يلقيني موت الموت نهيئة الصحابة اللي كان داخل غزوة أحد وبيقول فيك وفي رسولك يا رب عارف وجيته داخل عارف وعايز ايه انت عارف انت عايز ايه انت عارف انت عايز ايه انت عارفين وجيتكو ايه محددين يا جماعة بقالينا وجهة بعد رمضان بقالينا هدف بقالينا قضية بقالينا حلم بيننبن لنحلم ان احنا نحققوا بعد رمضان في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا لا يا جماعة الصحابة اللي وقف قبل الغزوة اللهم اخوذ من دم اليوم حتى طرد اللهم اخوذ من دم اليوم حتى طرد بعد المعركة ومتقطع وبيقول اراضيت يا رب له وجهة له هدف الصحابة رضي الله عنهم كانوا صدقين حياتهم كلها كانت صدقين صحابة بيروح للنبي يا رسول الله انا زنت اتبتول على نفسك كده صحابة تروح للنبي على السلام انا اصبت حد يا رسول الله طهرني صحابة يروح للنبي عليه السلام يا رسول الله انا شربت خمر يسألونك عن الخمر انا شيرت خبر يا رسول الله صحابي يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله انا منافق حنظلة لما قال نافق حنظلة انا منافق احنا ليه ما بنعترفش من اللي جوانا احنا ليه ليه هم معترفهم ليه لانهما كانوا طلبنا جاه مرعوبين من النار مرعوبين من نمط القبر مرعوبين من اول إيلة تحت الطراب مرعوبين من عذاب الله مرعوبين من الوقوف بالإذن الملك الجليل الجبار فخيفين فعايزين صرحة إنما الوقتي اللي بيعصوا ربنا للنهار يقول أنا كده كويس واللي لبساني زي الضفضة البشرية وبتقول لك أنا كده محجبة ولبس الضفضة بحجاب الوقتي هو ده بقى اسم محجاب الوقتي ده في دين ربنا الحجاب سبحان الملك يا أختي خاف إن ربنا يوم القيامة يمسخ واحدة من اللي لبساني اللبس ده دفضحة زي ما كانت عاملة في الدنيا كده تتمسخ زي ويوم القيامة في مسخ إن لدينا أنكالا وجحيمة النكل اللي هو الجامل حمار كإن ربنا بيهدد إن في مسخ ناس هتمسخ مهائب وتلجن في جهنم ولا عزو الله زي الراجل اللي يدور في جهنم كما يدور الحمار في الراحة الناس بتكتمع عليه ما هذا عمرهم ما شافوا حمار ممسوخ بتمسخ أهل النار نفسهم مستغربين منه جهنم فيها مسخ فيها مسخ فشاربونا شرب الهيم فشاربونا عليه من الحميم فشاربونا شرب الهيم الهيم القبل الأنعام السوائم اللي عندها حمى في أمعاها والعذو بالله فما بترتويش بالمية ربنا كأنه بقوله إنه ما يتمسخوا زيها في قاعان جهنم جهنم فيها مسخ فيها مسخ يبقى اللي بتتبرش دي مش خايفة تتمسخ ولوية ما تتمسخيتش وما لمن يتمسخ وما للمسخ يتعمل لمين وما للقذف والمسخ يتعمل إذا كان في الدنيا بسبب هذه المعاصي ياه يا ربي واحد على النت في مشهد من مشاهد النت قلب نفسه واحد برا غربي دفع مش عارف كام دولار عشان يقلب وشه وش كلب وجايبين صورته بعد العمليات ودهنه الطويلة وشفايفه المشقوقة وعنيه ومنظر وشه اتقلب كلب ليه؟ يعني فيه ناس استغرابت ده عمل في نفسه كذلك قلت سبحان الله باستغرابين ليه؟ هو قلبه أصلا اتمسخ قلب كلب فحب الكلاب فحب يتقلب ويه مشكلهم هو من الأول المسخ حصل من جوه خاف يا أيها العاصل خافوا من مسخ القلوب خافوا من مسخ القلوب في الدنيا ومسخ الجوارع في الدنيا وفي الاخيرة عايزين نخاف يا جماعة عايزين يبقى لينا وجه بقى عايزين يبقى لينا هدف بقى أنا الوقت خلاص وصلت لنهاية الدرس أنا الوقت خلاص يعني احنا كده بنلم ورقنا بنلم ورقنا عشان نمشي مفيش ماشي مفيش فيه شغل فيه طاعة عايزين نفتكر الليلة بقى الليل الوترية بتاعت العشر الأواخر حايزيني الليلة نحيي الليلة زي الليل الوترية بتاعت العشر الأواخر كده نفتكر بقى فاكرين رمضان تعف مع نفسك كده فاكرة يا نفسي رمضان فاكرة الأيام الجميلة ما لسه في ايديكي انت زي ما انت والأيام زي الأيام والملك الجليل سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات عايز ايه عايز ايه قوم احي أيام رمضان تاني عايز حياة رمضان تاني يا جماعة الايام دي بالذات ما ينفعش فان اوم ما ينفعش ما ينفعش ليه الشهر ونص ده بالذات ليه احنا النهاردة كم شوال لسه كان يوم الجمعة اللي فات كان يوم 15 يعني احنا النهاردة احنا النهاردة كم شوال يعني احنا كم شوال يعني احنا النهاردة يا جماعة لسه مثلا عدة تلتين شوال يا اخواني العشرة الاول منذ الحجة افضل ايام له في الحياة كلها جاية بعد ان هيزوا القاعدة يعني شوال لسه عليه حول عشر تيام وزن قاعدة تلاتين يوم او اول عشر تيام من ذو الحجة يعني الوقت احنا خلصنا تلاتين يوم من المقاط اللي بنا وبين ربنا سنويا في رمضان لسه عشر تيام في العشر او من ذو الحجة لسه المقاط مخلصش مينفعش وماينفعش ناخد الخطوة الاولانية في المقاط صح ونجي في الخطوات اللي بعد كده ناخدها غلط مينفعش احنا عملنا شاد داون في رمضان عشان نطلق بعد مضان نتغير وننطلق الشهر ونص دول بالذات مينفعش النام فيهم احنا لسه لسه في المهمة لسه المهمة مخلصش او حد يريح او حد يخلع لأمة الحرب مفيهش الحرب والمعركة مع النفس اللي هتزال قائمة انتو عارفين ليه المحراب تسمى محرب المحراب المحراب اللي الناس بتعبط فيه لانه يحارب فيه الشيطان وشعوات النفس وهي اشد اعداء على الانسان الحرب مخلصش المعركة مخلصش الشيطان طلع من رمضان بعد ما كان متسلسل في رمضان الشهر ونص دول عايز يضيع كل اللي عملنا في رمضان عشان نهاية المقاطة بوضع لنا مينفعش يا جماعة نعلى بقى نكبر بقى نفوق بقى نوصل لربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى بقى الشهر ونص دول لازم يتملوا عبادة لازم يتملوا الصيام انت بتصوم ازاي الوقتي ده انا والله صمت ست يام من شوالة ست يام من شوالة انا بقولك انت بتصوم ازاي ست يام من شوالة دول لازم نقلصهم ان شاء الله بإذن الملك ربنا يعيننا عليهم جميعا يا رب اللي خلصهم ربنا يتقبل واللي بخلصش ربنا يعينه على الباقي انما انا بقولك بتصوم ازاي يوم ويوم اتنين وخميس لازم الشهر ونص دول يبقى لنا برنامج صيام ولو يوم في الاسبوع خميس كل خميس كل اتنين اتنين وخميس يا جماعة يوم ويوم والله سهل احنا الوقت الشتا ده بيسموه الوليمة الباردة الوليمة الباردة المغرب بعد ايامها بيدن خمسة للاربع يا اخوان المغرب بعد ايام والفجر بيدن حوالي خامسة الوقت حوالي اربعة ونص يعني حسب بقى الموقيت بتاعت البلاد من المشرق للمغرب بيسموها الوليمة الباردة النهار قصير جدا في الصيام بسيط جدا ده انت بتبدأ تحتش على عصر يعني الساعتين البعدة العصر همiture السوم والقيام الليل طويل جدا الليل الوقت 11 ساعة يعني لو نمت 8 ساعات هيتبقى لك 3 ساعات تقوم فيه من الليل فالسلف سموا الشتاة الوليمة الباردة عشان كده لإن القيام سهل جدا على من يصر الله عليه والصيام سهل جدا ما نضيحهمش بقى الشتاة ده موسم عبادة يا اخواننا يا أخواننا يا أختي في الله يا أخي في الله يا جماعة يا أداءنا لازم الشتاة يستغل في الطاعة لإن اللي مش يقدر يقوم الليل في الشتاة يقوم إمتى واللي مش يقدر يصوم في الشتاء يصوم امتى اسهل صيام حتى المريض والله يا جماعة حتى المريض حتى اللي عنده مرض يمنعمل الصيام صيام الشتاء ده بسيط جدا بفضل الله سبحانه وتعالى سهل جدا يبقى ما نضيعوش بقى ما نضيعش الصيام ده بقى وما نضيعش القيام الوليمة البردة في الشتاء الست يام من شوال الشهر ونص على العشر العلم من زي الحجة ان شاء الله نموت نفسنا في العباد احنا الوقت على مشارف اعظم ايام اللي اعظم الرمضان كمان عند ربنا في السواب يتفع فينا بقولوكوا بقولوكوا اعظم ايام ربنا في السواب بقولوكوا ابواب الجنة مفتوحة انت سامعني ابواب الجنة مفتوحة اجري اجري يلا المسابقة لسه موجودة المسابقة لسه مخرصتش المقاط لسه مخلصش عايزين اكتت في طاعة ربنا يا اخوانا الفتنة اللي الشيطان ده حكبها على ملايين البشر هي ايه مقدرش مش هتقدر يجي لغير ملتزم يقول له يا ابن انت مش هتقدر تطوب يجي للمتبرجة مش هتقدر تتحجبي يجي للملتزم مش هتقدر تطلب علم يجي لنا كلنا مش هتقدر تدعو إلى الله يا ابن انت مش هتقدر تتكلم مش هتقدر وكلنا نقدر واللي بيحاول بيقدر اوه على الشيطان يقول لك مش هتقدر على طعم انطعات الدين والله والله يا جماعة والله دي فتنة شيطان الشيطان دي حكبها على الملايين أن لما تتبعت فتنة مش هتقدر ومدخل مش هتقدر بتاع الشيطان لقيت الشيطان حطم به أفاضل الملتزمين قبل غير الملتزمين كل أكلم أنت بتدعوش ليه مش هقدر أنت بتطلبش علمي ليه مش هقدر أنت بتلتزمش ليه مش هقدر أنت بتتحجمش ليه مش هقدر مدخل ذاكي الشيطان لقط فينا وبدأ يعزف على أوطاره بكل احتراف للأسف الشديد إيه وأتقول مش هتقدر بإذن الله هنقدر يا جماعة إن شاء الله عايزين نكمل بقى إحنا اتفقنا العشر خطوات بتوع أي رقم محمول أي خطوة غلط في العشرة انت طلعت بره مش هتوصل الـ 12 خطوة بتوع شهور السنة أي خطوة بره أي خطوة في الطاعة غلط مش هنوصل يا جماعة مش هنعف نوصل عايزين نمش صح عايزين نبقى مع ربنا عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى والليلة إن شاء الله نحاول نرجع تاني لأيام الليل الوطرية تاني لأيام رمضان تاني نحاول نبدأ من جديد خلاص يا رجالة مفيش فطور بعد رمضان بقى إن شاء الله مفيش حاجة اسمها موسمية في الأعبابة ربنا مش بنديله مواسم وبعد كده لا يا جماعة إحنا مع ربنا مع ربنا لآخر رمق لآخر لحظة في حياتنا لآخر نفس في صدرنا إحنا مع ربنا سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم ألهمنا ورجدنا وقنا شر أنفسنا اللهم أيقف قلوبنا بالإيمان اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك اللهم أحيي قلوبنا بالعلم بك اللهم تب علينا توبة تنور بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتضيء بها قلوبنا وتنقي بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك اللهم بلغنا أفضل أيامك في الدنيا اللهم بلغنا أيام في الحجة اللهم ارزقنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة اللهم افتح لنا أبواب طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب اللهم إنا لن نطيعك إلا بإذنك اللهم إنا لن نطيعك إلا بعونك اللهم منبك اللهم عونك اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نستدفع بك الفتن اللهم إنا نستمد منك العون اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيه أصلح لنا شأننا كله عقيدتنا وعبادتنا وأطلاقنا وقيامنا وصيامنا وعلمنا أصلح لنا شأننا كله ودنيانا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله شكرا 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 شكرا